لم يكن اختيار جماعة الحوثيين لشقيق عبد الملك الحوثي يحيى بدر الدين الحوثي كوزير للتربية والتعليم أمرا اعتباطيا بل لأنها تدرك مسبقا أنها مقدمة على مشروع خطير لتسميم عقول الأجيال من خلال مشروعها الطائف السلالي التغييرات التي أحدثتها جماعة الحوثي في قطاع التعليم وتحريف المناهج والتعسفات التي طالت التربويين والمعلمين كانت وما زالت بهدف السيطرة التامة على هذا القطاع خلال الشهر الماضي قامت جماعة الحوثي بفصل 122 تربويا وستبدالهم بآخرين موالين لها كما قامت بتغيير تسعة من مديري مداري الصنعة وستبدالهم بآخرين موالين لها كما تعرض أكثر من معلم لحالة فصل لا لشيء سوى أنه رفض الأساليب التي تنتهجها الميليشيا ضد المعلم تقرير أسبوعية طلقته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأربعة كشف أن الميليشيات الحوثية أصدرت خلال هذه الفترة ذاتها تعميمات تعسفية في الأوساط التربوية تضمنت منع غياب أي معلم رغم استمرار إيقاف مرتباتهم ومنع العمل بجدول الطوارئ ووضع البدائل والالتزام بدوام كامل المنظمة تحدثت أيضا عن إصدار ميليشيات الحوثي بداية سبتمبر الجاري قرارا بتعيين 26 مدير مدرسة من الموالين لها في محافظة حجة وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسات الحوثية الإقصائية على طريق حوثنة مؤسسات الدولة تنشط الميليشيات الحوثية في الحقل التعليمي منذ انقلابها في سبتمبر عام 2014 لتمرير أفكارها الظالة ذات الطبيعة الطائفية والسلالية إلى جانب استقطاب صغر السن للزجابهم في جبهة القتال يقال عادة أن التعليم في الصغر كان نقش على الحجر لكن الحوثيين بدلوا هذه العبارة لتصبح التدمير في الصغر يوازي نقش على الحجر اشتركوا في القناة